يا مسائل فل هنعمل أكلة جميلة جدا إن شاء الله هتعجبكو سهلة وخطيرة أنا معي قطعيات لحمة بوفتيك بتبقى منوش الفخدة منعملها تقطيع شاورمة إنتي ممكن تجيبي البوفتيك وتقطعي شاورمة أو تقولي للجزار وفي طاصة سخنة على النار حطيت مكعبين من الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت عايزة الزبدة لونها يغمقس النظايرة وننزل بقى إيه بتقطيعة الشاورمة الحلوة دي ونفضل نقلب فيها ونسيبها هتنزل ميتها وتاخد وتدي مع نفسها أهم حاجة إن إحنا محتاجين اللحمة تستوي تماما وكمان تبقى أخدت لون محرمش شوية واللون ده بتاخده بعد ما بتشرب ميتها خالص زي ما انتوا شايفين كده هو ده بعد كده بقى محضرة بصل متقطع شرايح هنقلبه كده معاها ومعايا كم فصل من التوم الصحيح ممكن برضو تقطعيش رايح وماشروم ونقلبهم كويس عايزينهم يدبالوا وياخدوا كده من لون اللحمة وتقريبا مع علقتين كبار من السويا سوس هيدونا طعم حلو وهيدونا لون حلو قوي ومية سخنة يدوب تغطي اللحمة ونقلبها كده كويس مع بعض لمدة بس كده يعني خمس دقيق ودقتها حشان اتطمن ان الملح مزبوط وخطيرة خلاص بغطيها واسبها وهنحضر شوية رز انا بحط باقي سمنة وزيد وشعرية اول ما تاخد لون ببقى محضرة الرز انا هعمل رز بسمتي بحب الرز البسمتي بالشعرية جدا بحط عليه ملح وفلفل انا الرز البسمتي بخسله بس مش بنقعه لأي حاجة وبصفيه كويس واهم حاجة اقلب الرز كويس قوي مع الشعرية والسمنة والزيت قبل ما حط الشربة او المية السخنة واول ما يتشرب بغطي الحلة وهدي النار تماما لمدة ربع ساعة بس كده الرز بيبقى مفلفل ورحته خطيرة وطبعا شرايح اللحمة تجنن واستوت واخدت اللون البني علشان ادينا اللحمة لون والزبدة كمان كاتواخد لون غامق شوية مع السويا سوس عملوا لون للحمة والسوس اللحمة بني كده زي ما انتو شايفين بتبقى خطيرة مع الرز بقى طزيعة تقدروا كمان تضيفوا معاها بطاطس هتبقى حلوة قوي مع اللحمة مكعبات من البطاطس بتبقى خطيرة وصفة سهلة وسريعة جربوها وبالهنة والشفا ترجمة نانسي قنقر